لكن خلينا نروح نستعرض مع حضراتكم باقي المحافظات ونروح لزميلنا محمد الافيوني موجود في إينا يا أحمد اتفضل نعم هدير تحياتي لك وتحياتي لمشاهدينك الكرام بالفعل مذلت تواجد هنا في محافظة قنة لمتابعة حجم يعني الانجذات التي تحققت على أرض الواقع فيما يتعلق بالمبادرة الأسية حياة كريمة وتحديدا تواجد من داخل قرية المراجدة التابعة لمركز الوقف شمال شغرب محافظة قنة وبالتحديد أيضا من أمام مجمع الخدمات الحكومية التي يتم إنشاؤها حاليا يجرى العمل بخطة ثابتة وخطة سريعة لإنجاز هذا المشروع الهام للمزيد من التفاصيل دعيني هدير السقب المعكي وعبر الهواء مباشرة الأستاذ محمد عادي المنصق مبادرة حياة كريمة هنا في محافظة قنة أستاذ محمد بداية برحب بحضرتك لو تطلعني على أهم المشروعات التي شهدها مركز الوقف وقرية المراجدة هنا فيما يتعلق بالمبادرة الحياة الرئاسية حياة كريمة وأهم المشروعات التي يجاري تنفيذها والتي سوف يتم تنفيذها في المرحلة القادمة طيب يمكن حدث مركز الوقف يتكون من 90 ألف نسمة 90 ألف نسمة ده إحنا عندنا قرية المراجدة الأم الوحدة عندها 23 تابع ونجع لها فيه 3 تم استحداثهم يمكننا نتكلم في المركز الوقف كعام كله 63 نجع وتابع مجمع الخدمات الحكومية ده يمكن بيغدم أهلينه لتسعين ألف أو ممكن يوصل لمئة ألف لهم يمكن ده ساعات بنوصل كمان لساعات لما يمكن أبعد نقطة عندنا أن المواطن كان يدفع مثلا متوسط 5-6 جنيه عشان يقدر يعمل ده في ديشنة نحن دروقتي بنعمله ده بمتوسط 2 جنيه مثلا ببناء احنا برضو بدأت زراعي هنا زي ما حقاك عارف مركز الوقف ممكن من أكبر المدن القرى الزراعية هنا في محافظة إينا فبالتالي احنا هتتمينا برضو من مجمع الخدمات الزراعية فبالتالي احنا ما فيه مجمع بيتم إنشاؤه دلوقتي المجمعين إن شاء الله خلال ستة شهور معدل التنفيذ بتاع ممكن هو 10% دلوقتي ويتم تسليمه الفترة القادمة إن شاء الله وده برضو بيهدف أهلين هنا علشان خاطر المزارعين ويتم استحداث برضو فيه تأهيل سبع ترع هنا في مركز الوقف بيتم برضو تبطينهم وتأهيلهم وده كله ده لخدمة أهلين المزارعين طبعا عندنا 882 سكن كريم بيتم تأهيلهم وممكن حناخد العمالة بتاعتهم إن شاء الله من أهل البلد إن شاء الله وده بيقلل نسبة البطالة بشكل كبير جدا وده بيساعد برضو إن الناس بيستخدام حرف جديدة وتمتها برضو إن شاء الله بيهدف فيه تأهيل الفتيات علشان يتعانونهم حرف وصنعات يضوية سيد محمد يعني زي ما أنت بتحدث عن حجم مشروعات بهذه الكمية كيف ساهمت بالفعل كما ذكرت فيه توفير فرص عمل حقيقية للشباب هنا وكيف يتم الاستعانة بالشباب من هنا من هذه القرية طيب ممكن نازح لك تحت تواجهة سيد الرئيس إن ممكن إحنا في استخدام العمالة كلها اللي احنا بنشتغل عليها كلها بتيجي من القرى والقرى المجورة وده بيقلل نسبة البطالة بشكل كبير جدا طبعا احنا برضو بيكلم في الخدمات الزراعية اللي بتم توفيرها من طبطين الترع ده ده بيخدم حالينا بتوسيع النشاط الزراعي بشكل كبير جدا فبالتالي كمان احنا عندنا مركز للشباب برضو عشان استهداف برضو كان الشاب كان بيطلع بيسافر فترة كبيرة جدا عشان يقدر يمارس انشاط رياضية وده بيسهل ده عليهم بشكل كبير جدا عندنا بدرستين برضو في جزيرة الحمودي وجزيرة قرية القلمينة وده بيقلل برضو الشباب بان نسبة الحركة كانت كبيرة جدا عشان يروح المدرسة فبالتالي ده سهل عليهم بشكل كبير اشكرك شكرا جزيلا سيد محمد على كل هذه التفاصيل اذا هدير ايضا معنا الان وعبر الهواء مباشرة السيد سامح عبد الرحيم هو احد المواطنيين من قرية المراجدة هنا في محافظة قناء سيد سامح يعني بداية لو تصف لي وضع القرية هنا وانت احد مواطني قرية المراجدة قبل عملية التطوير وقبل اتخول في مبادرة رئيسية حياة كريمة وبعد ما تم بالفعل هناك مشروعات على ارض الواقع تم تنفيذوها الان بداية اشكر القناة الاولى واشكر اسرة البرنامج صباح الخير يا مصر والله احنا اولا بنشكر فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب الانجازات العملاقة التي تمت في قرية المراشدة قرية المراشدة يا فندم كانت متجاهلة ومتهي يعني منسية خالص من قبل المسؤولين السابقين ولكن بفضل الله حينما زار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قرية المراشدة كانت هذه نقطة البداية لتطور ودخول قرية المراشدة ان تصبح قرية نموذجية والله احنا في السابق يعني المشروعات اللي شايفها حضرتك قدامك دي دي احنا كناش بنصدق يعني كانوا بيقولونا ده المراشدة هتخش قرية نموذجية المراشدة هتخش حياة كريمة ما كناش نصدق هذه المشروعات قلنا ازاي يعني ده المراشدة من زمان منسية ومتجاهلة ما حدش عن بيفكر فيها ازاي المشروعات دي العملاقة بحجم هذه الاستثمارات العملاقة ازاي هتصبح حياة كريمة في قرية المراشدة ولكن بالفعل بدأت النقطة نقطة البداية حينما زار السيد عبد الفتاح السيسي وفتح صوامع المراشدة ثم قام بفتح بعض المشروعات في هذه القرية ولكن فجئنا ان النقطة البداية بدأت فعليا وحقيقيا حينما بدأ ودخل عندنا مشروع الصرف الصحدي احد المشروعات العملاقة التي كنا لا نحلم ان تكون في قرية المراشدة ثم بعد ذلك فجئنا بدخول الغاز الطبيعي ثم فجئنا بانشاء بعض المجمعات لخدمة المواطنين ونحن نكد ونتعب حينما ننهي بعض الاجراءات الحكومية او الخاصة بالمواطنين كنا نذهب مسافات بعيدة الى محافظة قنة او الى مركز نجي حمادي ولكن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كاد ان يكرم المراشدة واهالي المراشدة والمواطنين ففتح لنا واشاد بانشاء هذه المجمعات خدمة المواطنين وخدمة المزارعين وايضا كان في زيارة للسيد وزير الزراعة وكان في قافلة بيطرية في قرية المراشدة وهذه الاشياء كنا لا نحلم ان تكون في قرية المراشدة ولكن حينما نرى ان تردد قرية المراشدة على السنة المسؤولين هذا قد اصبح فخرا وشرفا عظيما لقرية المراشدة ثم نشكر فخامة السيد الرئيس على هذه الانجازات وشكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل اذا هدير كان هذا هو حجم الانجاز الحقيقي الذي تحقق على ارض الواقع فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة من هنا من قرية المراشدة شمال محافظة قنة وعودة اليك مرة اخرى هدير كل شكر لك يا احمد احمد الافيوني مرسلنا من هنا وشكر طبعا موصول ضيفيك الكريمية